موسيقى وسط أوضاع اقتصادية متراجعة وأزمات وصرعات تكتاح العالم انطلقت قمة العالمية للحكومات بإمارات دبي بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية جدول أعمال القمة التي تعقد تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية وحكمة المرونة الاقتصادية والتواصل كأولويات الحكومة ويبحث المشاركون بالقمة خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومية مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتقار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتتضمن فعليات القمة عدد من المنتديات لمناقشة استراتيجيات وخطط مستقبلية لتعزيز جهود الحكومات من بينها منتدى مستقبل العمل ومنتدى مستقبل التعليم وسوف يتحدث بالقمة عدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينهم مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوش شواب والمدير التنفيذي لسندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا ومديرة منظمة التجارة العالمية علاوة على رؤساء عدد كبير من رؤساء الموثل الشركات الدولية وتشهد قمة سنويا الاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم في جوائز استثنائية مثل جائزة أفضل وزير في العالم وجائزة تحدي الجامعات العالمية وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية وجائزة التمييز الحكومي العالمي صلاة الخير مشاهدين الكرام بنبدأ معكم فقرة حوارية جديدة في هذا الصباح وزي ما احنا استمعنا في التقرير السابق نكلم عن القمة العالمية للحكومات في دبي 2023 وهي كانت فرصة للطلاق تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المختلفة في محاولة لصياغة رؤيا ربما موحدة بين الدول المشاركة لمواجهة كثير من الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم في هذه الأوين على وقع الأزمات المتعاقبة في الحقيقة من كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من التحديات وبالتالي لابد من تبادل الرؤى والثقافات والخبرات حتى يمكن التعامل مع هذه التحديات والأزمات سوف نلقي ضوء على هذه القمة أيضا وطبيعة المشاركة المصرية خاصة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضيف شرف له هذه القمة مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة الأستاذ بيشوي رمزي وهو الكاتب الصحفي بجريدية اليوم السابع برحب هذا بك أهلا مساء دعنا ننطلق من أهمية هذه القمة وهذا الطلاق بين الدول المشاركة بالطبع فظل ما نواجه من أزمات وحتى تحديات ربما نلمسها جميعا بالطبع في الفترة الأخيرة يعني خلاني اتكلم عن أن هذه القمة تحمل أهمية كبيرة وأهمية استثنائية في ظل العديد من المستجدات وفي عديد من الظروف الطريقة التي يشهدها العالم يعني احنا بنواجه العديد من الأزمات يمكن سبق وأننا سمتها قبل كده هو تحالف الأزمات يعني ما بين الأوباء وبين الأسراع الدولي المتفاقم وأيضا هناك أزمة التغير المناخي أو ظاهرة التغير المناخي إذن فنحن أمام نعين من الصراع بيجتمعوا معا وهما الصراع الدولي مع عودة الصراع الروسي الغربي مرة أخرى وأيضا الصراع مع الطبيعة في ظل ظاهرة التغيرات المناخية اللي بتحمل تداعيات كبيرة على اقتصاد العالم وبالتالي تبقى هناك حاجة ملاحة إلى الحوار يعني لابد أن يكون هناك حالة حوار والحوار هنا لابد أن يكون حوارا شاملا يعني ما يبقاش حوار على المستوى الرسمي بس ولا يكون حوار على المستوى الأخرى فقط وبالتالي تمثل أهمية القمة دي أن هي بتجمع المسؤولين على المستوى الرسمي بالقعدة العريضة من رجال الأعمال من رؤساء المنظمات الدولية أو المسؤولين الكبر في المنظمات الدولية أو المبتكرين والشباب وبالتالي ده بيمثل أهمية كبيرة جدا لأن خصوصا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة يعني لابد أن يكون فيها نوع من تشجيع الاستثمار والابتقار والتكنولوجيا وبالتالي تعتبر القمة لها أهمية كبيرة بحكم الظروف الدولية الموجودة في الوقت الله طيب فكرة البناء بقى على ما سيتم الخروج به من هذه القمة هذه الملتقيات والتشاور لكن طبق المشكلة في التنفيذ والتواصل إلى حلول عملية تتم ترجمتها على أرض الوقع في الحقيقة هل هذا الأمر يضع في الحزبان خاصة وأن كثير من المنظمات كانت مشاركة في هذه القمة كثير من الحكومات أيضا مشاركة وهناك ربما مصالح مشتركة بين دول المشاركة في هذا الأمر يعني خلينا نقول أن ترجمة ما يتم الوصول من توصيات أو قارات أو أي شيء من هذا القبيل يحتاج إلى إرادة دولية في تحقيق التعاون يعني هناك دول لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال وهناك دول أخرى ليست لديها إمكانيات فكرة التكامل تبقى هي الأساس وتحمل أهمية كبيرة جدا في ظل الوضع الدولي الراهن يعني لو تكلمنا عن الأزمات الموجودة في المرحلة الحالية مثلا لو بصنا مثلا على مثال نموذج وراء كورونا هنجد أن الأزمة الكبرى اللي وجهت العالم أن دول متقدمة عجزت عن مجارات هذه الأزمة أو أنها تقدم حلول لهذه الأزمة نتيجة نقص إمكانيات نتيجة أعداد كبيرة جدا من المصابين طبعا إمكانيات كانت كبيرة ولكن هذه الإمكانيات الكبيرة جدا لا أدرت أنها تتعامل مع هذا الكم من الإصابات وبالتالي كانت هناك مشكلة كبيرة إذن العالم الآن في حاجة إلى نوع من أنه أعد تكامل فنجد دولة زي الصين مثلا إدت دعم لدول أوروبية متقدمة تعيح ضحظة بإمكانيات كبيرة جدا أن هي تقدر تساعدها عن طريق بعض الأجهزة عن طريق بعض المساعدات الطبية وغيره الأزمة الأوكرانية النهاردة لما نجي نبص على الأزمة الأوكرانية نجد أن هذه الأزمة تمثل سابقة في كونها طبعا سابقة منذ ثلاث عقود في كونها أزمة داخل نطاق الغرب يعني هي أزمة جغرافيا موجودة في الدول الغربية وبالتالي أصبح تداعياتها على الغرب قوي ومباشر يعني وبالطبع لها تداعيات على دول أخرى في العالم ولكن الغرب ما كانش بيعاني من الأزمات يعني لما كان بيبقى فيه أزمات في الشرق الأوسط كانت المسائل ما كانش لها تداعيات عليهم مباشرة أما الوقت الحالي أصبح تداعيات مباشرة وبالتالي الحاجة الآن إلى التكامل خصوصا أن الأزمات اللي موجودة دلوقتي بتمس قطاعات حيوية تمس الشرق يعني لو بصنا مثلا لتداعيات الأزمة الأوكرانية نجد أن هناك أزمة غزاء أزمة غلاء أزمة طاقة في العالم كله هذه الأزمة هذه الأزمات تحتاج إلى نوع من التكامل بين الدول الكبرى والدول لأن الدول التي كان ينظر إليها من قبل بأنها دول عالم ثالث أصبح لها دول في حل هذه الأزمة يعني هذه الدول إذا استطعنا مثلا أن ننمي عندها بعض القطاعات زي قطاع الزراعة مثلا يعني إذا أحيينا قطاع الزراعة أو يعني ساعدنا الدول العالم متقدمة ساعدت ووفرت إمكانيات لتطوير هذا القطاع في دول فقيرة يمكن أن تكون هذه الدول الفقيرة مخزن لغزاء العالم وبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة جدا لتحقيق التكامل الدولي بين الدول فتنفيذ هذه القرارات يحتاج إلى إرادة دولية ويحتاج أن تتحل الدول الكبرى تحديدا بقدر من المسؤولية الدولية لو كلمنا عن هذا الأمر وفكرة التكامل والمصلحة المشتركة أيضا في نهاية الأمر يعني هناك يعني بعض الدول كما نتحدث ربما في الشرق الأوسط أيضا لديها الإمكانيات الضعيفة لكن ربما لديها المقاومات التي هي أن تساهم في حل هذه الأزمة مثل أزمة الطاقة مثلا وأثبت الغزاء وغير ذلك وبالتالي فكرة تحقيق المصلحة المشتركة خاصة وأن هذه العلاقة ربما لا تكون موجودة هي فكرة استغلال كانت من الدول الكبرى لهذه الدول في نهاية المطاف لكن كيف يمكن أن تسغل هذه الدول أيضا المصلحة المشتركة لا تحقق مصلحة في النهاية وتحقق استثمارات وغير ذلك من الأمور يعني فلينا نقول أن الأزمة الكبرى التي كانت بتواجه العالم في السنوات الماضية هي فكرة تسييس كل شيء يعني كان هناك حالة من التسييس الشامل لكل الأزمات وبالتالي كان نتيجة عدم تأثر هذه الدول بشكل مباشر بالأزمات القائمة كانت بتستغل يعني نقاط الضعف أو الأزمات اللي كانت بتحل بالدول الأخرى من أجل تحقيق أكبر قدر من المصلحة والمصلحة الكبرى كانت بالنسبة لهم هي أن تدور جميع دول العالم في فلكهم سياسيا واقتصاديا وغيره وبالتالي أصبح من المهم جدا أن الأمور دلوقتي اختلفت يعني أصبح دلوقتي أن الحاجة إلى تغيير رؤية لهذه الأزمة المصلحة المشتركة هو تحقيق الاستقرار العالمي هذه المصلحة المشتركة الآن بين كل دول العالم المصلحة المشتركة هو تحقيق الأمن الجزاء العالمي تحقيق أمن الطاقة هذه الأمور لابد أن تتحقق من خلال الجلوس معا والوصول إلى أرضية مشتركة خلاني نتكلم عن نقطة مهمة جدا العالم كان يسير من قبل على نهج التحالفات كان من أيام الحرب البردة يعني أيام الحرب البردة كان في معصقر غربي ومعصقر شرقي بعد الحرب البردة أصبح العالم كله أو معظم دول العالم للي يقول عزما دول العالم تميل إلى كافة الغرب المنتصرة وبالتالي كانت الفكرة قائمة على التطابق التام في الرؤى بين كل الدول مع الرؤية التي تحملها القوى الدولية الكبرى اللي هي طبعا الولايات المتحدة في زمن الوحدية الكبرى الوضع الآن أصبح مختلف نتيجة حاجات كثيرة أولا فيه صعود قوة دولية جديدة أصبحت تزاحم الولايات المتحدة على قمة العالم هذه هي نقطة نقطة ثانية أصبح هناك خلافات أصلا بين الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب أصبح هناك حالة انقسام وتشارض مواضحة وبالتالي أصبح فكرة التطابق يعني شبه مستحيلة فهنا نبحث عن التوافق التوافق العالمي اللي هو الوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بالقضاء الخلافي أعتقد أنه هو ده هي دي المعضلة التي يحتاج العالم الوصول إليها والاقتناع بها هي فكرة أنه لا تطابق في كافة القضايا لأن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالح ولكن لابد أن يكون هناك توافق نحو أرضية مشتركة الوصول إلى حلول الأزمات المشتركة التي تواجهها لو اكلمنا على المستوى العربي كمان أستاذ بيشوي يعني أهمية تحقيق هذا التكامل بين الدول العربية في هذه الأولى بالطبع والتحدث ككتلة واحدة وبصوت واحد أيضا لدفاع المصالح المشتركة أيضا وموجات التحديات اللي بتواجه كثير من الدول العربية في هذه الأولى أهمية هذا الأمر وممكن من ملتقى يعني الحكومات في دبي ممكن كان فرصة أيضا كمان لإطلاق حول مختلف الرؤى في الدول العربية يعني خلينا نقول أن الدول العربية من الدول اللي تمتلك إمكانيات كبيرة والدول العربية أصبحت تشكل أهمية كبيرة جدا في المجتمع الدولي كله بشكل عام وربما استطاعت الدول العربية يمكن كمان يعني خليني ألفت هنا دور جامعة الدول العربية تحت مظلتها يعني أن هي تعمل قدر من استجلت حالة التغيير الكبير في المشهد الدولي لتحقيق نوع من التعددية أو نوع من تنوع أو تنوع التحالفات أو تنوع الشراكات مع دول العالم يعني أصبح الدول العربية الآن لها صوت مسموة وأصبحت مركز استقطاب عالمي يمكن لو بصنا مثلا على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها القوى الدولية نجد مثلا أولايات المتحدة كانت حريصة على عرض قمة مع الدول العربية في المملكة العربية السعودية أيضا الصين عملت قمة صينية عربية هذه القمة تعكس حالة من الاستقطاب الدولي لمنطقة العربية في ظل مستجدات منها أن هناك حالة من الحجد يعني هناك حالة من الحجد بين القوى المتصرعة كل قوى عايزة تضمن وجود أكبر قدر ممكن من الدول خلفها وبالتالي هناك حالة من الحجد هناك أيضا أزمات الدول العالم تحتاج إلى الدول العربية عندنا مصادر طاقة عندنا زراع عندنا غاز طبيعي عندنا أمور كثيرة جدا يمكن استغلالها وخصوصا أن الغرب الأوروبي أو الولايات المتحدة شعروا أن هذه الدول يمكنها تحقيق قدر كبير من التعويض عن الخسائر الناجمة عن مقاطعة مثلا دولة زي روسيا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي وبالتالي هناك حالة من الزخم باتت تحظى بها الدول العربية فكرة التكامل العربي أعتقد أن المواقف العربية تبدو موحدة على الأقل فيما يتعلق بالأزمات الراهنة هناك توافق حول معظم القضايا إن كانت هناك خلافات فأنا أعتقد أن الدول القائدة في المنطقة بتستطيع أن هي تحتوي هذه الخلافات من خلال تعظيم المصالح المشتركة لتتوارى خلفها الخلافات يعني إذا كانت هناك خلافات وده طبيعي جدا فقدرة الدول الكبرى في المنطقة على أن هي تستطيع أن هي تعظم من المصالح المشتركة أن هي تسعى إلى التركيز على المصالح المشتركة مقابل أن تتوارى الخلافات البينية الموجودة طيب لو كلمنا على الدولة المصرية بقى بشكل نعام وطبعا دلت اختيار مصر بداية كضيف شرف في قمة الحكومات في دبي لا هو يعني اختيار مصر كضيف شرف في قمة دبي خلينا نقول أن هي تحمل أمرين يعني الأمر الأول هو يعني شهادة مهمة للطفرة التي تحققت في مصر في السنوات الماضية وهي طفرة على كل المستويات يعني إذا تحدثنا مثلا عن الناحية الاقتصادية هناك حالة نمو اقتصادي هناك أوضاع اقتصادية بشكل عام من خلال المبادرات الرئاسية وغيره يعني بنجد أن في نوع من أنواع التنمية هناك حرص على مشروعات البنية الأساسية هناك تفرات كبيرة في كل مجالات هناك تفرات تكنولوجية عندنا مدن جديدة أصبحت تعتمد على الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا فأنا أعتقد أن هذا الاختيار يمثل شهادة بحق الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في سنوات الماضية الجزء الآخر هو العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الأمارات العربية يعني هي إنعكاس لقوة العلاقة خاصة أن دولة الأمارات هي أحد الدول التي دعمت مصر في فترات كثيرة وأيضا مصر تدعم الأمارات وتدعم دورها وبالتالي هو إنعكاس لحالة من العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين في المرحلة الحالية طيب فكرة كمان استقلال هذه المنتديات وهذه الملطقيات وهذه القمم بإطابة لي شرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الداخلية أولا ومدى ممكن كان وضع فيه يعني مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدث عن المشهد بشكل عام وكيف كان وضع الدولة وكيف أصبح أيضا وبالتالي فرصة الترويج لمقامة الدولة المصرية في هذه القمة كيف كانت وأهميته أيضا يعني خلاني اتكلم عن رؤية الدولة المصرية هو إحنا يعني دام تدد لحالة من تعميم التجربة المصرية مصر تسعى إلى تعميم تجربتها في محطها الإقليمي بشكل عام وفي محطها البرغرافي خاصة في ظل وجود دول ما زالت تعاني يعني فتعميم التجربة يمثل جزء كبير من استراتيجية عامة تتخذها الدولة المصرية يمكن ده ظهر في العديد من الموقف حتى السابقة يعني لو بصرنا مثلا إلى قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ بنجد أن اختيار مصر أصلا لستضافة قمة المناخ نتيجة نجاح كبير في مصر أن هي تقوم بعمل مشروعات صديقة للبيئة وهي دولة يمكن إمكانياتها يعني الدولة المصرية إمكانياتها في الأول وفي الأخير خاصة بعد سنوات الفرضى اللي مرة كانت إمكانيات محدودة ولكن استطاعت أن هي تحقق طفرة بإيد مواطنيها وبإيد شعبها أن هي تقدر تحقق طفرة في هذا المجال وبالتالي أصبحت نموذج يمكن استلهامه في محيطها الجررافي خاصة فيما تعلق بمسائل أو يعني مسألة المناخ في الدول النامية وده بيعكس الحجد الكبير من قبل دول أفريقيا ودول أخرى وراء الموقف المصري التي تحدثت باسمهم خلال القمة فالوضع نفسه بينطبق على القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي بنجد أن نفس الأمر بينطبق فيه أن مصر بتسعى إلى سرد تجربتها بتفاصيل لها كلها من أجل أن هي تبين كيف استطاعت الدولة المصرية أن تقوم مرة أخرى بعد سنوات فعلا من فمكين رئيس قالها قالك الدول لما تقع غالبا ما بتقومش وبالتالي اللي تحقق في مصر هو معجزة بكل المقايز يعني إن كانت هناك بعض الظروف فهي ظروف عالمية يعني مصر تدفع فطورة ظروف عالمية مصر لا يد لها فيها على الإطلاق يعني الأزمة الأوكرانية وغيرها دي كانت ظروف إحنا لسنا مسؤولين عنها وبالتالي الأوضاع الاقتصادية ولكن برغم حتى من الأزمات دي يعني حتى في كورونا العالم كله توقف العالم كله حقق معدلات نمو صفرية أو سلبية مصر قدرت أنها تحقق قدر من النمو الإيجابي يعني وداء دل على شيء يدل على أن هناك عمل جاد وشاق وهو دل اللي ركز على الرئيس قالك نحتاج إلى العمل والتطحية والصبر يعني بناء الدول بيتطلب هذه العوامل وبالتالي تعميم التجربة المصرية يبدو أمرا مهما جدا وجزء من استراتيجية الدولة المصرية خاصة في ظل الضر المهم اللي بتلعبه في كافة الأزمات وعلى كافة الأصاد كمان أيضا يعني حتى يكون المشاهد الكريم معنا في الصورة ربما يستمع أيضا أيضا وما الفائل علي وربما أنا أعاني أيضا في هذه الأوينة أيضا من الوضع الاقتصادي العالمي ونحن كلنا ربما أيضا نشد هذا الأمر يعني داخل الشرع المصري وبعض يتحدث عن بعض الأمور وغير ذلك من الأشياء التي نسمعها بالطبع لكن خلق حالة من الوعي بقى بأهمية هذا الأمر وإيضا التحديات اللي بتواجهة الدولة المصرية وخطة الدولة أيضا لمواجهة هذه الأزمات والتعاول والتواصل الدولي أيضا لمحاولة لترويج لمقاومات الدولة المصرية وغير ذلك من الأمور كيف نصل إلى هذه المرحلة حتى يكون هناك حالة من الوعي داخل الشرع المصري بهذه الأمور لا هو فيه يعني هو فيه حملات توعية بتحصل رئيس الدولة نفسه فيه يعني لا يطرق مناسبة تقريبا إلا بعد إلا يعني بيتحدث فيها مع المواطن يعني كل المناسبات التي يشارك فيها رئيس عبد الفتح السيسي أو خلينا نقول معظمها بيتحدث فيها مع المواطن ويسرد الظروف اللي موجودة وبيقول إيه الوضع بالزبط وإيه المشروعات اللي تمت وإيه الهدف من هذه المشروعات وإيه يعني بيتناول كل الأمور بالتفاصيل يعني بتفاصيلها الصغيرة يعني وده يدل على أن هناك حالة من الشفافية بين الدولة وبين المواطن ربما هناك بعض الأقاويل والأحاديث عن الأوضاع وغيره وخلينا نقول إن ده برضو يعني يعني خلينا نلتمس العذر يعني هناك بعض الناس بتعاني ولكن النقطة المهمة اللي بيدركها هؤلاء إن الأزمة الحالية يعني لا يدى لمصر فيها إحنا إحنا زينا زي العالم إحنا النهاردة لما نيجي نبص مثلا على فكرة الغلاء اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الغلاء موجود في كل السلع يعني أنا أريد خبر طريف جدا يقولك إن في الولايات المتحدة بيقوموا بتهريب البرد من المكسيك فإذا يندل على نتيجة إن سعر البرد الأمريكي جالي جدا فإحنا المأزمة هي جزء من العالم فبالتالي أصبح الأمور لابد أن ينظر إليها من هذا الزرق تماما طوال أنا أشكرك أستاذ بشير رمزي الكتب الصحفي بجريدية اليوم السابق أشكرك شكرا إذن المشاهدين الكرام نستمرون معكم في هذا الصباح بعد الفاصل نتابع هذه الوقف الاقتصادي برحب حضرتكم مرة تانية مشاهدين الكرام ونستكمل الحوار بإطابة حول قمة الحكومات في دبي وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين دول العالم المختلفة طبعا لموجهة كثير من التحديات التي تواجه العالم في هذه الأونة كما ذكرنا قبل النشرة الاقتصادية بطبع كنا نتحدث عن هناك أزمات وتحديات يعني مركبة ومعقدة في الحقيقة لا بد من تكتف العالم لموجهة هذه التحديات وبالتالي التواصل والطلاق والحوار من أجل وضع حلول لهذه الأزمات على أرض الواقع بعض لضيفي الكريم مرة أخرى الأستاذ بشوي رمزي وهو الكتب الصحفي بجريدة اليوم السابق برحب وحدك أستاذ رمزي ونستكمل الحوار في هذه الفقرة وكنا نتحدث أيضا عن الرسائل ومشاركة مصر في هذه القمة وأذن كان هناك حرص من القيادة السياسية على توضيح الرؤية المصرية أمام المشاركين في هذه القمة وبالتالي كان هناك مجموعة من الرسائل أيضا حتى تتضح الصورة أيضا للشعوب الأخرى على ما يجري من أمور داخل الدولة المصرية ورؤية الدولة المصرية في تعامل مع التحديات والأزمات يعني خلينا نقول أن حوار رئيس السيسي خلال القمة كان هو فعلا حوار إلى الشعوب يعني 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 بعيدا عن الرسميات وهي دي قيمة على فكرة مثل هذه المنتدايات يعني أن هي بتحقق نوع من المزيج ما بين المستوى الرسمي اللي هو اللقاءات الرسمية بين الرئيس ونظرائه أو الوزراء ونظرائهم والمستوى اللي هو الشعبي لفكرة الحوار بين الرئيس أو المسؤول والشعب المسألة دي بتنطبق في مصر يعني في معظم المناسبات اللي بيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجده يتحدث إلى المواطن بشكل صريح وبشكل واضح مثل هذه المنتدايات بتخلي الحوار أكثر تعميما اللي هي فكرة أنه بيخاطب شعوب العالم الوضع في مصر لدينا كذا هناك كذا هناك تحديات كذا استطعنا أن احنا نتجاوز كذا ومازالت أمامنا بعض التحديات وهي كذا وكذا وبالتالي هذا الخطاب بيحمل نوعين من الأهداف الهدف الأول هو تحقيق نوع من الترابط بين الداخل والخارج الحاجة الثانية أنه هو بيعز صورة مصر الدولية على المستوى الدولي كيف استطعت هذه الدولة التي كانت على شفا يعني خلينا نقول إيه كانت هي كانت في مستنقع الفرض فعلا قبل أقدم من الزمان أصبحت الآن تتحدث بهذه الثقة تتحدث عن مشروعات تنموية تتحدث عن أهداف تسعى إلى تحقيقها في سنوات قليلة وبالتالي صورة مصر تتعزز دوليا ليس فقط على مستوى الدور الرسمي اللي هو القضايا الدولية والوساطة لا هو بتتعزز لدى الشعوب يعني بتتعزز لدى الشعوب نفسها وده مسألة مهمة جدا يمكن شفناها في نمازج أخرى يعني النهاردة مثلا لما نيجي نبص على نموذج زي الصين بنجد أن هناك شعوب غربية بدأت تنظر إلى الصين بعد أزمة كورونا تحديدا وقدرتها على احتواء الفيروس في فترة قصيرة نسبيا مقارنة بالدور الأخرى بدأ أقولوا إحنا ليه مزاي دول ده إحنا المفروض أن إحنا إمكانياتنا أعلى وبالتالي تصبح هذه الحوارات لها دور ولها شأن في تحقيق نوع من التواصل بين الدولة وشعوب العالم وده من شأنه تعزيز العلاقات الرسمية لأن ما يكون هناك شعبية للدولة في دول أخرى بتضغط على حكومتها من أجل أن هي تعزز علاقتها بهذه الدولة وده نوع جديد من الصورة جديدة للدبلوماسية العالمية وصورة جديدة لعلاقات الدولية في المرحلة الأخيرة لو كلمنا عن العلاقات الدولية والسياسة الدولية ورؤية الدولة المصرية في هذا الأمر وإقامة علاقات متوازنة سواء في الشرق وأيضا في الغرب أهمية هذا الأمر انطلاقا من سياسة الدولة المصرية القائمة على وحدة الشعوب واستقرار الدول وغير ذلك من الثوابت التي تنطلق من هذه السياسات المصرية يعني الرؤية المصرية هي رؤية اعتمدت منذ 2014 على العديد من الثوابت أولها فكرة تنويع التحالفات إزاي قدرت الدولة المصرية أن هي تنوع وخلينا أنا يعني ما بحبش للوقت تستخدم كلمة التحالفات أول خلينا نقول تنوع الشراكات يعني الشراكة مع القوى الدولية القبرى يعني هناك تقارب كبير جدا طبعا هناك علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة تاريخية لكن أيضا هناك أصبح علاقة قوية جدا مع روسيا وروسيا هي دولة برضو لها تاريخ مع مصر وهناك أيضا علاقة قوية مع الصين وهي الدول الثلاثة التي تتصارع على قمة النظام العالمي في اللحظة الغهامة لكن ما اقتصرتش رؤية الدولة المصرية في شراكتها على القوى الكبرى لكن اتجهتنا أيضا نحو توسيع شراكتها مع الدول الأخرى في الإقليم وخارج الإقليم يعني لو بصرنا مثلا على التعاون الثلاثي مع اليونان وكبرس نجد أنه بدأ وانطلق من فكرة استكشاف المعارضة الطبيعية اللي هي المرتبطة بالغاز الطبيعي إيه اللي تغتب على كده؟ تغتب على كده نشأة ما يسمى بمنتدى غاز الشرق المتوسط بقى يضم كم دولة؟ حوالي عشر دول أو أكثر إذن هذا التعاون الثلاثي تولى عنه تحالف أو شراكة أكبر تجمع عدد أكبر من الدول أيضا في منطقة الشرق الأوسط نجد أن هناك تعاون مع العديد من القوى الإقليمية في مجالات مختلفة هناك تعاون مع الإمارات، هناك تعاون مع الأردن، هناك تعاون مع العراق وكل دولة من دول بتتعاون الدولة المصرية معهم في مجال معين بحيث أنها تصل في النهاية إلى أرضية مشتركة تستطيع من خلالها تجاوز الخلافات القائمة هناك خلافات، بكل تأكيد هناك خلافات ولكن لابد أن نتجاوز هذه الخلافات من خلال توسيع نطاق المصالح المشتركة وتوسيع الرؤية تجاه تقديم حلول حقيقية للأزمات القائمة وبالتالي تسعى الدولة المصرية إلى القيام بدور أكبر ليس فقط على المستوى الفردي هو يعني لو بصنا هنلاقي أن حتى فكرة التعددية أصبحت في إدارة الأزمات الإقليمية عن طريق تعددية القيادة الإقليمية هناك أكثر من دولة تستطيع أنها تقوم بأي دور يمكنها القيام بالدور ده لأن الأزمات اللي موجودة دلوقتي لا تستطيع أي دولة مهما بلغت إمكانياتها أنها تحلها بمفرد فكرة الفردية والهيمنة ما بقتش موجودة ما بقاش لها مكان أصبح الآن المسألة تتم عن طريق التعاون وعن طريق تحقيق أكبر قدر من التنصيق فيما يتعلق بالقضايا المتاحة وبالتالي أصبحت هناك يعني زي ما بيقولوا كده دبلوماسية الإقليم أصبحت مصر تمثل إقليمها في المناطق الجغرافية الأخرى فهي دي الرؤية اللي بتنطلق منها يعني الرؤية المصرية للعلاقات الدولية أو الدبلوماسية المصرية في الفرطة الحالي لو اتكلمنا كمان عن الموقف العربي الدعم للدولة المصرية لمواجهة التحديات وبالتالي قياسنا عليه كيف يمكن أيضا أن يكون هناك موقف عربي دائم لكافة الدول في المنطقة للعبور من الأزمات وما أكثرها في هذه الأوينة في الحقيقة يعني خلينا نتكلم عن الدور العربي في دعم الدولة المصرية في السنوات الماضية يعني في أعقاب سنوات الفوضى كان هناك دعم كبير جدا من دول الخليج من المملكة العربية السعودية من دولة الإمارات من جارهم للدولة المصرية واستطاعت مصر أن هي يعني حتى الرئيس نفسه لما كان بيتكلم في القمة اتكلم عن فكرة أن هذه الدول كان لها دور كبير وأن مصر ستظل تتذكر هذا الدور وبالتالي وده على فكرة يعكس إيمان عربي قوي بأهمية الدولة المصرية فكرة أن مصر تعود قوية يعني مش تعود فقط كدولة لا تعود قوية ومؤثرة يمثل حماية لكل المنطقة العربية لأن الجغرافيا والتاريخ يدعمان الدور المصر يعني الجغرافيا نفسها الجغرافيا السياسية اللي هو البعد الجيوسياسي زي ما يقوله عليه هو يدعم الدور المصري في مختلف القضايا وبالتالي يعني وجود مصر قوة نافذة ومؤثرة في العالم يدعم المنطقة العربية ويدعم قضاياها بكل أشكالها تعميم هذا الدور هو مرتبط بالأساس بإدراك الدول العربية لأهمية هذا الدور وده موجود يعني يمكن دولة الإمارات أرسلت عدة طائرات مثلا لسوريا بعد أزمة الزلزال الأخير ربما يتراجع هذا الدور أو يتقدم بحسب الظروف الدولية الموجودة يعني في ظل برضو الأزمة الأوكرانية وخلينا نتكلم عن ظروف اقتصادية بيعاني منها العالم كله ربما تؤثر ولكن في المقام الأول هذا الأمر موضوع على أجندة الدول العربية ولكن يتراجع ويتقدم أو يعني يتحسن ويتقدم بحسب الظروف والمعترات اللي موجودة ودي مش بيئة حد يعني دي مسائل دولية أو يعني زمات جاية من الخاج مستوردة من الخاج وبالتالي التعامل معها بيكون بهذا الشكل لكن هل هناك تقصير؟ لا خلينا نقول إنه ما فيش تقصير يعني ممكن نموذج الإمارات هو مع سوريا سوريا أرسلت ممكن حتى رئيس أشار للحوار اللي ضار بينه بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وقال إنه هو بيبعت عدد كبير من التقارات والرئيس طلب منه إنه هو يزود الدعم لسوريا وهذا إن ده اللي يدل على المسئولية مسئولية إقليمية ومسئولية دولية تجاه قضايا مهمة جدا طيب لو كلمنا عن الاقتصاد العالمي يعني في ظل ما نشده من أزمات وفي ظل أيضا هذه القمة وهذه الحوارات والنقاشات بين المسئولين صدق النقد العالمي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية العالمية هل هناك فرصة بالفعل لتغلب على هذه التحديات خلال الفترة القادمة أم ما زالت أيضا أصعبات قد تستمر والتحدات قد تستمر في ظل الصراعات وفي ظل الخلافات الدولية بالطبع واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية المسألة مختبطة في المقام الأول بما يسمى بالمسئولية الدولية يعني الأمور القرى في مرحب الدول سواء الدول المنجمسة في الصراع أو الدول الأخرى يعني إذا أرادت الدول أن تحقق طفرة في إطار الحل فلابد أن تتخذ خطوات جدية نحو الوصول إلى حلول يعني هذه المسألة حتى بعيدا عن المنظمات المنظمات الدولية تتكون من عضوية الدول وبالتالي الدول هي اللي بتصارتك عليها فإذا لابد أن يكون هناك إرادة ومسئولية من القوى الدولية الكبرى سواء كانت الأوليات المتحدة سواء روسيا سواء الصين الصين على فكرة يمكنها القيام بدور كبير جدا فيما يتعلق بالأزمات الراهنة يعني الصين حتى وإن كانت هناك خلافات كبيرة مع الأوليات المتحدة فيما يتعلق بالميزان التجاري والحرب التجارية الموجودة لكن الصين يمكن الولايات المتحدة نفسها اعترفت بدورها عندما أقام رئيس الأمريكي جو بايدن بعرض قمة مع رئيس الصيني في نوفمبر الماضي وكانت القمة دي بمثابة اعترف أمريكي بأهمية الصين وأنا يمكن حتى كلمت كنت كتبت في الموضوع ده وقلت أن هذه القمة تعكس أو تعتبر مطالبة أمريكية بدور الصيني في الأزمة طبعا فيها جزء استقطاب أنهما بيحاولي فك التحالف بين روسيا والصين ولكن أيضا هو اعترف بأن الصين لديها القدرة على القيام بدور في احتواء الأزمة الأوكرانية وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني إرادة دولية في تقديم حلول الأزمات الجزء الثاني هو جزء كيفية تحقيق التكامل إزاي تستطيع الدول أن هي الدول القبرى الوفاء بالتزامتها تجاه الدول الأخرى المسألة دي كانت بتثور بين الحين والآخر في قضايا معاناة الآن أصبحت هي القضية الرئيسية يعني عندما كانوا يتحدثون عن مسألة المناخ قبل عدة سنوات كانوا بيتكلموا عن فكرة الانبعاثات فكانت الدول المتقدمة بتقول لا الدول النمية تلتزم بتخفيض الانبعاثات زينا طبع طبع إزاي؟ يعني أنا محتاج أننا نعمل تنمية لأننا ظروف الاقتصادية صعبة المسألة دلوقتي أصبحت في كل شيء يعني في ظل هذه الأوضاع لابد أن يكون هناك دعم دولي للدول النمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كل أشكالها من أجل أن بعد كده أو مش بعد كده يعني حتى في حالة الأزمات الآن تستطيع هذه الدول القيام بدور في حل الأزم خصوصا أن الدول المتقدمة بمفردها عجزة عن علاج الأزمات وبالتالي لابد أن يكون هناك تحالف دولي بقى أنا هنا هستخدم كلمة التحالف لابد أن يكون هناك تحالف دولي في مواجهة الأزمات الموجودة وده يتطلب أن ننهي حالة الانقسام العالمي أن ننهي حالة التشارف الموجودة ويبقى هناك اتفاق وتوافق حول الكيفية التي يمكن بها مواجهة الأزمة في المرحلة طيب يعني في ظل هذا الوضع أيضا يعني هناك انحكاسات على الداخل المصر وبالتالي كيف ترى جهود الدولة لتعاون مع هذه التحديات والتخفيف أيضا من أثرها على المواطنة المصر لا إحنا يعني لو تكلمنا عن الجهود التي تبزلها الدولة المصرية فبنجد أن فيه جهود كبيرة جدا على كل المستوات ويمكن لو أسمنا حتى هذه الجهود ممكن نأسمها على نطاق زمني يعني لو بصنا مثلا هناك أهداف اتخذتها الدولة المصرية قصيرة المدى نوعا ما قصيرة أو متوسطة المدى زي مثلا مبادرة حياة كريمة دي كانت تعتبر في النطاق المتوسط هدفها انتشال ملايين المصريين مما يعانوا ويعيشوا في ظروف غير آدمية إلى ظروف أفضل فدي كانت مسألة ويتحقق جزء كبير منها هناك أيضا رؤية على نطاق أوسع اللي هي نطاق زمني يعني أوسع اللي هي فكرة المشروعات العملاقة اللي بتهتم بيها مصر في المرحلة الحالية من أجل تنمية حقيقة تنمية اقتصادية مستدامة يعني تفيد الأجيال القادمة طيب أشكرك لتحالي أستاذ بشوي رمزي الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع شكرا جزيلا شكرا وكده مشاهدين الكرام نكون وصلنا معكم لنا تهدي الفقر وفقرات هذا الصباح يتجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة دمتم في عائل الله وأمنه وإلى اللقاء